موسيقى 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 قال إنه سعيد جدا جدا بتعاقد النادي مع الرجواني مارتن لسارتي المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي الأهلي متمنيا أن يكون للمدرب بصمة في تاريخ القلعة الحمراء سيد عبد الحفيز قال في المؤتمر إن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا نظرا لرغبة الطرفين في إتمام التعاقد الذي يمتد لمدة موسم ونصف أكيد كابتن سيد ومين ما تمناش إنه يكون قائد القلعة الحمراء زي ما حدثتوا شايفين لسارتي وأول ظهور ليه بتشيلت الأحمر لفتة طيبة جدا ورقم خمسة أعتقد هو كان لابس رقم خمسة في هذا المؤتمر تمام مدير الكرة بالنادي الأهلي أضاف أن لسارتي سيكون الفريق بداية من يوم 27 ديسمبر الجاري والتعاقد معه زي ما قلت لحضراتكم لمدة عام ونصف أبرز تصريحات المدرب الأهلاوي الجديد قال أنا جاهز تماما لتحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي والمنافسة على كل البطولات ده تصريح أعتقد أن الجماهير كلها بتتمنى تحقيق هذا التصريح قال كمان اخترت الأهلي أعظم نادي وحضرت للفوز بالبطولات كلام جميل جدا لصارتي قال التغيير في طريقة اللعب ستكون تدريجية كلام برضو عقلاني جدا وسيتناسب مع الكرة المصرية ماشي قال كمان أنا على علم بالإصابات الحالية في صفوف الفريق وسأعمل على وضع الخطة المناسبة لتفادي هذا الأمر في المستقبل سواء من خلال الإعداد المميز لبعض اللاعبين أو اختيار طريقة معينة لتفادي هذا الأمر قال لصارتي شهادت ست مبارات للأهلي وسأتخذ القرارات التي تخدم الفريق دي كانت أهم تصريحات مارتن لصارتي المدير الفني الجديد أهلا وسهلا بيك في مصر أهلا وسهلا بيك في القلعة الحمراء اللي بتشرف وبتزيد من اسم أي مدرب بيمسك هذه القلعة الكبيرة جدا وهو عارف وتصريحاته بتدل أنه عارف أن هذا الأهلي كويس جدا ومذكره كويس جدا تصريحاتها النقشة مع ضيوف الكرام كلها تصريحات إيجابية جدا وده المفروض أنه يعمله طريقة اللعب واختيار اللعبة اللي هتناسب طريقة اللعب أو الإصابات أو الكلام ده كله النقشة مع ضيوف الكرام اللي هشرفوني بعد قليل